السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيفية تحميل وتثبيت منصة اكس أو تويتر سابقا على الكمبيوتر إذا استفدتم المقطع لا تنسون دعمنا باللاحك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوونه تروحون على قائمة ابدا فمن هنا تضغطون على ميكروسوفت ستور أو رح تحصلون عندكم هنا بهذه الواجهة تضغطون عليه فهنا يا شباب كل عليكم تسوونه تروحون على قائمة البحث تكتبون تويتر فرح يظهر معاكم تويتر بهذه الطريقة تضغطون عليه فمن هنا تضغطون على خيار قد أو تحميل ورح يثبت معاكم بكل سهولة ولكن يا شباب قبل التثبيت رح يطلب منكم تسجيل الدخول إلى حسابكم في ميكروسوفت إذا ما عندكم حساب رح حط لكم بالوصف طريقة إنشاء حساب ميكروسوفت تقدرون تشوفون المقطع وتسوون حساب بكل سهولة بعدما تخلصون تضغطون على open فكذا يا شباب بكل سهولة بيكون فتح معنا تطبيق تويتر تقدرون تسجلون الدخول عليه من هنا أيضا إذا قفلتوا البرنامج وحبين تفتحونا مرة ثانية رح يكون عندكم موجود في قائمة إبداء لو تلاحظون ظهر معنا بهذه الطريقة وإذا حبين تثبتونا في شريط المهام كل عليكم تسوونا تضغطون كليك يمين وبعدين تضغطون بنت وتاسك بار ورح يثبت معاكم بكل سهولة فالآن لو نقفل هذه الصفحة رح يكون موجود عندنا في شريط المهام فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسوا ندعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلام